السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حيال النهار ده جايلكو فيديو جديد وخبر جديد وزاي ما متعودين هنصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا الخبر النهار ده اللي معايا عن زهيا دقود وحلمية دقود طبعا كلنا عرفنا الخلاف اللي حصل بين زهيا دقود وحلمية دقود والخلاف ده بدأ لما حلمية دقود جالها الدرع وبدأت ان هي عملت حفلة ولما عملت الحفلة دي هي مع عزمتش اختها هي عزمت بعض القنوات فطبعا زهيا زعلت ازاي ان هي مع عزمتهاش فدخلت ان هي تتفرج على حفلة بتاعتها بتاعت الدرع فلما دخلت لقيت ان المتابعين عندها على القناة بيشتموا في زهيا وبيقولوا ان هي مش بتحب لختها الخير وكلام تاني دايق زهيا فطبعا زهيا ولقيت كمان ان حلمية عاملة على التعليقات دي اعجاب وعملة عليها قلوب فطبعا زهيا زعلت جدا وطلعت منهارة على القناة بتاعتها وراحت طلعة ببس مباشر على القناة طبعا انت من حقك يا زهيا ان انت تزعلي انا معيك بس انت عارفة ان اختك ما بتعرفش تقرأ كممكن ان انت تكلميها وتقولي لها انت عاملة للناس اللي بتشتمني قلوب واعجاب وده ما ينفعش وكده انما زهيا ما عملتش كده زهيا طلعت في بس مباشر وطلعت قاعدت تشتم وقاعدت تحكي على اختها وان هي من غيرها ما كانتش لها اي لازمة وان هي اللي عملت قناة اختها وان هي اللي وقفت جنبية وقاعدت فضحت اختها انا بالنسبالي يعني حاجة مش حلوة خلص ومن ضمن وهي متعصبة استغفر الله العظيم يا ربي راح تثبت دين للمتابعين ان المتابعين بيشتموها طيب دلوقتي انت بينك وبين اختك خلاف ممكن تحلو مع بعض مش ان احنا نطلع ونشتم وينفرج الناس علينا وتقول لها ده انت كنت السبب في التهكير قناتي ده انا هقفلك القناة ده انا اللي عملتها لك ده انا اللي هي فضل عليك لا انت ملكش فضل عليها الفضل للربنا ثم المجهودها وتعبها معلش اه انت ليك فضل عليها ان انت يقفت جنبيها ان انت هي كد تطلع معاك الاول في الفيديوهات بس ما تنكريش ان لها ناس بحبوها لها جمهورها اللي بحبها على تلقائيتها على عفوتها على ان هي انسانة بسيطة بتتعامل بطبيعتها فالناس حبتها انت مزرعتيش الحب في قلوب المتابعين هي الناس حبتها وده رزق ربنا كاتبه لها ان قناتها تكبر مش بيكي ولا من غيرك هي كاتتها تكبر لان ربنا كاتب لها كده فانت بتطلعيش تعايريها وقدامي الناس كلها لان انت كده يعني معلش بتزعلش مني حتى لو انت عملالها معروف فمعروف ايه اللي انت عملتها وطلعت فضحتها بيدا انت اخوات انت ستر وغطع عليها ومن ضمن الكلام اللي انت قلتيا زاهية ان انت بتقولي ده انا كنت تعبانة وهي مجتش شافتني ولا سألت علي انت اخوات الكلام ده تتعادبوا فيه مع بعض ما تطلعوش على السوشال ميديا وتطلعو تفضحوا بعض انا بالنسبالي صراحة زعلتي منك قوي من الموقف ده زعلتي جدا يعني ازاي انت تعملي كده انت واحدة يوتيوبر معروفة ازاي تطلعي وتعملي اللي انت عملتي ده ازاي تطلعي وانت صايمة وتسبيت دي ازاي ده وبعد كده ما ينفعش ما ينفعش انت بتقول ان انت واحدة متعلمة اختك مش متعلمة وهي قالت ده قبل كده فهي ما تعرفش كان ممكن ان انت تحل الخلاف ده معيها الحاجة التانية اللي انا عايز اكد عليها جماعة برضو غلط من المتابعين انت دخلت عندي اختها وعجبك المحتوى بتاعها ودخلت عندي زهية ومش عجبك المحتوى بتاعها خلاص ما تدخلش عندها انت دخلت عندي ومعجبكش المحتوى بتاعي خلوجي ملهاش لازمة ان انت تكتبي كلام ملوش لازمة على اختها يعني انت وقعت الدنيا في بعضيها ده برضو يعني حاجة برضو انا حبيت ان انا اقول عليها يعني الواحد اللي يقول كلمة حلوة لا يسكت وربنا يصلح ما بينهم يعني اللي يقدر يصلح ما بينهم يقول كلمة حلوة هي دي يا جماعة الكلمة اللي هتقعد لنا كلمة الخير ان احنا نفتكر لبعض حاجة حلوة ربنا يصلح ما بينهم يا رب ويهديهم لبعضهم وفي الاول وفي الاخر اخوات وما لهمش اللي بعض وربنا يصفي ما بينهم ويقول الامور دي تتحلي ما بينهم طبعا لو الفيديو بتاعي عجبكو ما تنسوش تحطولي لايك وشير وفعلو زر الجرس هتوحشوني لحد ما شوفكم في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله وامن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة